طيب هتقولي خلاص مهنا ما بنسمعش حاجة يعني رد على الكلام ده ما هو النادي الاهلي لو فيه حاجة حيقول هو هو دي هي دي طبيعة النادي الاهلي احنا ما لنش دعو بالشائعات النادي الاهلي في الموضوع ده لما يتكلم ويقول حصل كذا يبقى هو ده اللي تخدم من النادي الاهلي هو ده الحقيقي حقولك لو نتكلم بقى عن الموضوع ده و feud كنادي الاهلي مومين مرطبط بعقد مع النادي الاهلي حتى نهاية الموسم حتى نهاية الموسم لما يكون بقى فيه هناك اتفاق على التجديد إدارة النادي الأهلي حتعلن عبر الوسائل الرسمية يعني مش اجتهدات كل اللي حضراتكم بتشوفوه ده وتبتسمعوه وبتقروا عنه ده اجتهدات المواقع الرسمية بتاعت النادي الأهلي هيبقى قناة الأهلي الموقع الرسمي للنادي الأهلي لكن البعض البعض اللي بيروج بقى للشائعات دي شايف ان الاستقرار اللي فيه الأهلي ده هيضر ناس كتير هيضر المنافسين عشان كده عايز يعمل بلبلة ضد الأهلي وخلاص إنما بقول لحضراتكم مرة أخر كل اللي بتقروا ده مجرد شائعات كل اللي بتقروا مجرد شائعات كل اللي هتقولي طب ما هي الشائعات أحيانا لما تزيد عن الحد يبقى لأ فيه حاجة هقولك لأ ما هو الحاجة كتبت في الأول ان مصر المسلماني هيجدد بس هي دي اللي كتبت بس ان هو هيخلص عقده في أكتوبر وان النادي الأهلي هيكلم معاه في موضوع التجديد مجرد خبر بس طلع كده كله بيكتهد كله عمال يطلع كلام من غير ما يعرف إيه الحقيقة وبالعكس اللي وقت بقى بيطلعوا أرقام وبيطلعوا غير قيمة العقد مدة العقد والنادي الأهلي لحد دلوقتي ما طلعش حاجة رسمي لما يطلع حاجة رسمي هو ده الكلام ده خلي بالحضراتكم ده المعروف عن النادي الأهلي طول العمر سيبكم الكلام اللي بيكتب في المواقع سيبكم الكلام اللي بيكتب على السوشيال ميديا ده كتبوا كمان اللي حييجي مكان مستر بيسو مسمان مرة يقول لك واحد ألماني جاي مرة يقول لك واحد فرنسي جاي ناس يقولوا اسمه بس طب أنا يعني الكلام ده بقول لحضراتكم يعني ما تحطوش ودنكم ما تقروش الكلام اللي بيتقال دوت في المواقع ولا على صفحات السوشيال ميديا أي حاجة في الموضوع دوت تاخدوها مباشرة من مواقع النادي الأهلي الرسمي طيب كمان ترجمة نانسي قنقر